الحديث هذا الصباح مع الدكتور نازيم غرابيا مختص في مراضة الكلاوة والمسالك البولية سيكون حول المثانة العصبية التشخيص العلاج والوقاية دكتور الأكيد المشاهدين كامل تعودوا عليك خلال هذه الفقرة مرحبا الله يسلمك صباح النور صباحك يا سعيد إذن دكتور هذا الموضوع المثانة العصبية هو موضوع مهم جدا يعني لو نتكلمه نبدأ بالإحصائيات منظمة الصحة العالمية تقول لك أنه في الحالات العادية عشرة خليني نقرأ الإحصائيات يعني في الحالات العادية كان خمسة أشخاص من عشرة آلاف شخص في العالم مصابون بهذا المرض يعني أكثر من مئتين مليون مصاب بهذا المرض عبرها نعم هذا هو رقم هناك أكثر من مئتين مليون شخص معني بهذه الحالة المثانة العصبية أو فرط نشاط المثانة ونقدر نقوله كذلك بأن النساء معني أكثر هذا المرض أكثر شيوعا عن النساء عند النساء الأسباب دكتور يعني قبل ما نرحل الأسباب مباشرة نبسط هذا المرض هذا يعني كنقوله المثانة العصبية يعني الإنسان ما يشتش البول هذا هو المقصود من هذا المرض نعم هذا الصحة هو نقدر نقوله عبارة عن مجموعة من الأعراض وهذه المجموعة من الأعراض تدل على فرط نشاط المثانة معنى النشاط هذا المثانة يكون زائد ماشي نورمال الأعراض وشنه هما أولا عندنا عدم التحكم في البول معنى سلس سلس في البول الإنسان الجيه الرغبة مثلا المريض يقولك جيني رغبة في التبول رغبة استعجالية وما يقدرش يلحق المرحاض يعني قدر يلحق قدر يلحقش المرحاض وهذا التبول يلحقه يعني يشده بشكل متكرر بشكل متكرر ومستعجل كان استعجال معنى سيتونيوغ جونس لازم يجري يحبس الخدمة تعوي يحبس وشروه يديره هذا العرض للرقم واحد هذا الرقم واحد الأول وكذلك عندنا تكرر التبول معنى تبول بلوزيوغ وبغشوغ تقدر تلحق العشرين خطرات ثلاثين خطرات في النهار مثلا كل عشر دقائق يستلزم عليه يروح للطوالت تبول طبيعيش ها الدكتور يعني نقدر نقوله حتى ما كاش معدل هو على حسب نسبة تناول سوائل نقدر نقوله تماني خطرات في النهار ولست خطرات في النهار لكن عشرين ثلاثين هنا تستدعي مع العرض الأول اللي هو ما يقدرش يشد التبول هادو أعراض تستدعي لذهاب إلى الطبيب لذهاب إلى الطبيب ونتمك نشكه بلي كائن مثانة عصبية أو فرط نشاط المثانة وكذلك من الأعراض عندنا كذلك التبول الليلي الإنساني واللي البول هادو ينوضوا في الليل مثلا يقولك أنا راني نوض في الليل بلوزيوغ فواعدة مرات باش نبول لهذا شي هادو من الأعراض وكذلك كما هدرنا عليها من أهم الأعراض هو السلس سلس في التبول سلس التبول نذكر المشاهدين دكتور غرابي أنهم يمكنهم تفاعل معنا مباشرة من خلال رقم الهاتف الذي سيظهر أسفل الشاشة نستقبل سيناتكم ومشاهدين فيما يتعلق بالموضوع كما يمكنكم تفاعل معنا مباشرة عبر إيميل البرنامج شروق مورنينج 2022 عباس جميل بوان كوم والموضوع هو المثانة العصبية النساء أكثروا إصابة بهذا المرض من الرجال لماذا دكتور؟ لأن أولا الاناتومية عن النساء ليس كما الاناتومية عن الرجال وكذلك يجب أن نذكر أن التبول في عملية التبول يجب المثانة هدية لعبارة عن عضلة عضلة دورتها هي تشد البول في وقت معين يعني النساء ما يشدوش مقارنة برجال لا لا هذه الأعراض أكثر شيوعين عند النساء عندها سيتون غالية استاتيستيك في الإحصائيات نصيبه بالنساء معنين أكثر من الرجال وربما هذا يدل على أن النساء مثلا في بلادنا ما يقدروش عندهم شعر ماكسة فسيل ما كاش كما يقولون مراحل عمومية والوصول إليها يكون سهل مما يؤدي لأنهم يشدوا البول لدرجة هذا شتقصد يشدوا البول تحهم بزاف والعضلة هذه المثانة للدور تحت تشد البول تتحكم في البول تعيام على الوقت وليما تقدر تشد البول بطريقة عادية يصروا هذه الأعراض نعم يعني هذه من بين أسباب أيضا أن المثانة تتعب نتيجة لأنها تبقى لساعات طويلة وهي تتحمل هذه الرغبة في أتبو يعطيك صحة المثانة هذه تحت تحكم في الجسم تحت تحكم الأعصاب تحت تحكم الدماغ أو المخ مع تحكم نيغولوجيك في المثانة عندنا ديغي سيبتور على حسب الكمية البول اللي راهي داخل المثانات تبعت إشارة للمخ تعطيله تقول المريض تنبهه تقوله بللي لازم تدخل للطوالات أو المرحض بطريقة استعجالية أو لا في بعض الأحيان أو في هذه الحالة في فرط نشاط المثانة يكون هذي غي سيبتور أو هذي مستقبلات يعني تكسح هذي المستقبلات يكون بلو سنسبل مع تغير تعمر المثانة المثانة تتعمر بكمية منخفضة من البول يجوها هذي الإشارات والإنسان يشعر بالاستعجال نعم نحن نشوف هنا في صور الاستعجال عند المريض هو فيديو ربما تحسيسي حتى يصور ويجسد هذه الرغبة في أتبول يعني 15 هذه الإحصائيات تعاوز منظمة صحة العالمية نعم عنا اتصال هاتف الدكتور نرح نجاوب عليه قبل التعليق على أسور صباح الخير سيدي صباح النور نرحب بك شكونا معي فقط ومن وين تصدق محمد بن إنوس سارة نرحب بك سيد محمد عندك سؤال في الموضوع عندي بركاء بشتفهمني عندي نقص فقط صوت الهاتف عفوا نصوت التلفزيون لكي تسمعنا من الهاتف لكي تكون مكالمة واضحة محمد يعيشك صح صح ربي يخليك تفضل محمد أنا أسمعو فيك عندي بركاء بنتي في عمرها ثمان سنين حشاكل تبول متشدوش يخصبها تقول متخبرش تشدو تمن يخصبها نحن تناولنا هذا الموضوع سيد محمد في الأعداد السابقة تعال التبول عند الأطفال تقدر تشوفه في اليوتيوب رح يجاوبك الحكيم تناوله مع الحكيم غراضي رح يجاوبك على هذا السؤال شكرا لك على الاتصال نعم هذا السؤال يتعلق بالتبول لا إرادية عند الأطفال يتناولنا بتأكيد وكاين رابط اليوتيوب يقدروا يشوفه الدكتور أيضا مش يعودوا الحلقة على قناة شروق نيوز تيفي يعني عودوا نوليه هنا فقط لأسوار دكتور يعني هذه السوار اللي اخترناها لك يتمثل كيفاش يحدث تبول هنا فيما يتعلق بالمثانة العصبية أو المثانة ايباراكتيف كما تعرف تكسح وتوضحنا التحكم الأعصاب من الأعصاب تحكم الدماغ هو ليتحكم المثانة هدفه في عملية التبول إذن نعود نوليه إلى التشخيص دكتور في بعض الأعراض هي مجموعة من الأعراض المتداخلة قدرة تكون حتى مع مرض وحد أخرى ثانيا يجيك المريض يقول لك عندي تبول بشكل كبير عندي أوجاع هل تصاحب هذه بأوجاع في بعض الأحيان هيف تكون هذه الأوجاع هذه تتعلق بالأسباب الأسباب تحد المثانة العصبية متعددة جدا ومشي محدودة بطريقة جيدة تقدر تكون في بعض الحالات التهاب في المثانة عدوى المثانة تقدر تعطينا هذه الأعراض كذلك انتفاخ البروستات وكذلك أيضا أمراض عصبية لتعطينا هذه المثانة العصبية نشوف اسمها وأيضا تتحدث التقارير الدكتور غرابي لأنه هذا المرض هو مجهول للأسباب يأتي من أسباب مجهولة المصدر ما فهمناش الميكانيزم بالضبط اللي يعطينا هذه الأعراض وتشخيص تشخيص هذه المثانة العصبية ولا فرط ناشاط المثانة يكون هنا نشوف رسالة العصبية استسمحك قطعتك دكتور تفضل يعني هنا نشوف الإشارة التي تصل للمخ لغيسي بتغري كنت تكلم عليهم ولا فهمنا أنت أدرى بذلك لعم هنا يبرك نشوف باللي كين تحكم مش هدو باللي كين تحكم عصاب يتحكموا على المثانة التحكم يكون عن طريق الدماغ ولا المخ هو اللي يتحكم على المثانة كيفاش تتفرغ على العضلات هدوما في أي وقت يتفتحوا يخلوا البول يخرجوا ولما يكون خلل في الأعصاب هدوما ولا يكون مشكلة مثلا في الدماغ ولو نيفو بيريفيغيك في الأعصاب توقع لنا الحالة هذية نوصلوا ربما في التشخيص دكتور المريض عندما يأتي بجملة من الأعراض اللي قلناها تشترك مع الأمراض الأخرى أهمها أنه ما يقدرش يشد البول نقطة ثانية البول ما شكتليه اسمه المستعجل المستعجل وهل يوجد عرض آخر دكتور نعم كثرة التبول وكذلك سلس في التبول سلس في التبول سلس وش نقصده به هنا معنا فقدان البول يقول لك البول يغلبني يهرب له البول يهرب له البول يعني ما يقدرش يشد البول هل يوجد وجع في المثانة هنا لا ما كاش من بين الأعراض ما كاش وجع إلا ولا كنا في حالة عدوى ولا التهاب في المثانة يقدر يكون عندنا ألم والتشخيص هذا يكون أولا على وتبول أكتر من 20 مرة في اليوم نعم في بعض الأحيان يلحق 20 مرة في اليوم التشخيص يكون على طريق فحص فحص طبي شامل لأنه شفنا ما بين الأسباب كان الأسباب المتعلقة بالأعصاب وكذلك نقدرون نديرون نيكو غافي ولا عن طريق الأشعة نشوفوا في المثانة هذين نحسوا سبب إلا كانت حصوى في المثانة مثلا ولا تدخم في البروستات ليقدر يعطينا دي سيني هذو ما لسيندروم دي بار اكتيفيته فيزيكال هذين نشوفوهم هنا واضحة هذه الصورة نعم هذه السيميلاسون جونيكتبية هذا من العلاج هذا طريق علاج المثانة العصابية وقلنا كذلك في المراحل وين ما قدرناش نشخصه ما قدرناش نشخصه بالضبط الحالة هذية نقدرون نجوزه كذلك الشراحة البيلان ايغوديناميك كما تخطيط القلب كانت تخطيط ستعلم الثانة تخطيط نشوفو فيها نشاط المثانة كيفاش ريتخدم المثانة هذية ستختم بطريقة عادية طريقة جيدة او لا نعم نذهب بعد التشخيص الى العلاج العلاج دكتوري هنا نشوفه وربما خلف في الشاشة يعني هناك طرق للتنبيه والعلاج بلا هذا المستشعر اللي يقوم بالتنبيه هل توجد طرق دوائية نعم ما هي في العلاج عدة مراحل المرحلة الاولى هو العلاج باعادة تنظيم نموذج الحياة نشوفو مثلا الناس اللي يتناولوا بزاف السوائل اللي فيهم الكافيين من الكافيين هذه المادة تؤدي التهاب في المثانة وتعطينا اعراض المثانة العصبية اللي يشربوا بطريقة كثيرة يتناولوا بزاف سوائل للوبازيت الدخان كذلك الكافة تدخين نعم يؤدي لهذا الشيء لما نصحح هذه الأخطاء هدوما والسلوكيات هدوما هي المرحلة الاولى في العلاج والمرحلة التانية لما ما تكونش عنا نتيجة جيدة نقدر نجوزو الأدوية هم أدوية اللي يعاونوا يرخفوا العضلة قلنا سابقا بلي المثانة هي عضلة ولازم تكون مرخوفة تنترخف ترخف باش تقبل كمية أكبر من البول وتمنح المريض باش تتمدد حب تقول باش تأخذ الحجم المناسب باش تشد البول قبل نكملوا في العلاجات المقترحة كأطيبات وقدموها حتى نتكلموا على الإفكاسيتي تحاول فعاليات على الأدوية نرحون تطلقوا اتصال هاتفي ألو صباح الخير ألو صباح الخير صباح الخير صباح الخير سيداتي كوني معي ومن وين ليليا من البولة رحبا بك سيدة ليليا عندك سؤال في الموضوع ايه عندي سؤال عندي بابا عندما نفس المشكل حشك ببولتا وكشغل في القطار شحال في عمره وبابك سيدة ليليا صوصون 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 تنسة نعم تنسة وذكرها وذيطرا ومتاح مالتاح اتنتظر نعم تغسيها أسئلة دكتور الأعراض هذه ما من أعراض تدخم البروستات على حسب العمر التأسيد والمراجل نعم احتمال كبير أنه يكون تدخم البروستات وفي حالة هذه تدخم البروستات يقدر يكونوا أعراض مرتبطين بالمثانة العصبية ولفرط نشاط المثانة يعني روحا الطبيب هي قتلكي على الجونال في الانتباهي نعم لازم يستيشار عن الطبيب والجراح المسالك البولية ويشخص الحالة تعوه باش نسيب علاج نعود إلى الطرق الدوائية يعني كنا نشوفه بعض النساء بتتكلم على أنه أدواء يحقق حتى 50-40% من العلاج ويحل هذا المشكل ما هي الأدوية التي توصف دكتور كنت وقفت على هذه النقطة نعم من بين الأدوية أنه لزنتيكولينيرجيك وطريقة علاج هي فعالية وتمد ننتجة مليحة وكذلك لدينا طريقة أخرى هي تيغابي كمبورتومنتال مثلا نطرح على المريض داخلين في الغيئيوكاسون نعود له الغيئيوكاسون على الغيئيوكاسون كما تمارينت كيغل إعادة تأهيل إعادة تأهيل مثلا قولنا بلي نذكروا بلي هي عضلة هذه العضلة لازم نعودوا نتحكموا فيها نعاونوا المريض باش يقدر يتحكم فيها ونخلوها تستقبل كمية أكبر من البل ومن السوائل منزلية نعم منزلية ولا عند الطبيب الضغط على جهة المثال مثلا عنها عند عدة طرق ندخلوا على العضلات الحوض على الميسكولجي بلونشي بيلفيا نعاونوا المريض يتحكم مليحة المثالات وفي نفس الوقت يخليها ترتاخي هي رياضة هنا كنت تكلم عن رياضة هما تمرينات رياضية تمرينات رياضية دخلين في الغيديوكاسون في الغيديوكاسون في تأهيل المثالح تتطولي نشيطة مني كانت عصابيات ولي شوية هادئة ولا تهدئ وتتطولي تتقبل كمية أكبر من البل وينقصوا الأعراض عند المريض وكذلك من غير هذه الطرق العلاجات عندنا تنجيكشون دوكسين بوتوليك دوكسين بوتوليك هادئة تستعمل معروفة في الجراحة التجميل نقدرون نستعملها ولا ننجيكتيوها في المثانة لما المثانة ولا الطرق قاعدة استعملناهم ما تكونش فعالية كبيرة المريض نقترح عليه بطريقة المنظر منظر عبر المثانة نديرو دوكسين بوتوليك داخل المثانة يولي العضلة هادئة مرخوفة ترتاخي والأعراض تتعوه يروحول نعم معنا إتصال أخير ناخده أخر إتصال نعلم أنه إتصالات كثيرة على البرنامج خاصة في هذه الفقرات نشكركم على وفاتكم للبرنامج وأيضا على اهتمامكم بالمواضيع لأن المواضيع دكتور المشاهدين هما اللي ساهموا في اختيارها في كل عدد الكثير من المواضيع لنتنقشوها معكم كأطباء وأنتما أيضا ترحبوا بها نقول لكم أن المواطن هو من اقترح هذا الموضوع الأكيد أن موضوع المثانة هذا عنده أيضا تدعيات على صحة الإنسان بعد التعقيدات التي يمكن أن تحدثها المثانة العصبية ما هي؟ تكسح المضاعفات هادو ما من عبر المضاعفات نقدر نجوز المرحلة الأخيرة على العلاج واللي هي الجراحة المضاعفات قدر تكون أولا على جودة الحياة مثلا إنسان ينوض كل عشر دقائق وكذلك تؤثر عليها في حياته اليومية نكمل بعد الاتصال الهاتف إن شاء الله ما تكونش أثرت عليها على حياته اليومية بالمتصل صباح الخير مال معي؟ صباح النور دكتور مرحبا بك دكتور معك وأنا محمد صباحك سعيد وش راكي؟ شكرا للبارك عندي حشك عارض نتعة تبول أها تبول عندك تبول بزاف في اليوم؟ عندي حشك كنت في الليل النص بزاف وبعدها مشيت لطبيب أعطيتها أها في الليل معلي إيش أطرح نصابي ما نوش بي حشك بزاف بس صح حشك تكدرك تجيني لبولة ما نقدرش نحكم بها أخلال ما حال سيداتي؟ ما حسبتيش تبول تاعك؟ ما حال خلال اليوم؟ يعني تبول يكتر من عشر مرات في اليوم؟ لا 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 بني ما نبولش حشك بزاف ممكن ربع مرات خمس مرات في النهار بس صح حشك شوف ساعات كي درت هذه ساعات شوية راحت لي بس صح البول حشك كذلك أبني من قوله حشك بني لطوالاتي طبعيش حتى ربع مترات ولا لا ما قدرش نحكم في رأي ما حال في عمرك سيداتي؟ ثمانية وخمسين ثمانية وخمسين عندك أسئلة لها دكتور؟ هاد الحالة هادية واضحة تقدروا نشوفوا أن المريضة هادية توصف لنا من الأعراض الاستعجال في التبول هو هدا أهم من أهم الأعراض فرط نشاط المثانة ومثلا هاد المريضة هادية نقدرون نقطرح عليها ندير رازناماء رازناماء كالاندرية ميكسونيل باش نكونوا نعرفوا بالضبط كيف شريتبول يعني باش نفهموها يعني هي مطلوب منها أنها تحسب المرات تعتبه والتحة خلال اليوم يعني تحسبش حال من المرات تروح ليتوالد وكذلك الكمية تحسائل هدايا في هذه الحالة في المثانة العصبية المريض يقول لك لما يدخل المرحاض الكمية على البول تكون قليلة لا تكونش كبيرة وفي بعض الأحيان هذا يتأثر كثيرا على المريض لدرجة كبيرة أنه يلحق المرحلة يولي نقص تناول سوائل كان مرات تأثر عليهم هذه الحالة يقول لك أنه موليتش نشرب الدماء يوليتش تهم الجفاف ما نشربش يعطيك صحة يقول لك ما نشربش الماء باش نتجنب هاد الأعراض باش يقدر يعيش حياته بطريقة عادية باش نوليو العلاج هدرنا علي وقفنا عند الجراحة دفتور يعني الجراحة ما تكلمناش فيها بززاف كيفش تكون هذه الجراحة هاد الجراحة تكون في المراحل المتقدمة في آخر المراحل لما تكون هذه المثانة العصبية تكون أثرت على المثانة المثانة هذه ترخفة تقع العضلة ولا تمديرش خدمتها وتكون كذلك تقدر في بعض الأحيان تأثر معا على الكيلاء وتمد في الش الكيلوي وخاصة في حالات فيسينيغولوجيك يكون خلل في الأعصاب وتمدد فيسينيغولوجيك في هذه الحالات وش نديرون تدخل الجراحي نوسعوا المثانة عبر الجراحة نروحوا للوقاية دكتور الأكيد أنه إحنا في مجتمعنا يعني إحنا ما كانش لزانف خيكتور تعنا البنية التحتية تعنا في الشوارع ما فيهاش لطولات بيبليك بشكل كبير في المراحل العامة ما كانش بشكل كبير في الشوارع يعني في ظل النقص في هذا النقص الموجود الإنسان اللي ما يقدرش يشد التبول وش يدير أنا شفت سلوك ربما مع البريش الدكتور إكل هذا سلوك مليح ولا مش مليح في بعض الدول الأجنبية يرفضوا معهم قرعة خاصة هذه الكبار في السن يعني حتى في الميترو في بعض الملاطق يرحوا للجهات المتخصصة أكرمكم الله طبعاً يكون تبول في هذه القرعة ومن بعد يشدها معه ويعودتها في الأماكن المخصصة لذلك يعني هذه السلوكيات قد تحمي الإنسان أيضاً من المرض المريض مسكين ما عندوش حرجه مش يعيب أنه يقوم بقضى حاجته بهذا الشكل لا تكسح ما كانش عيب وما كانش طابو فطر هذه السلوكيات هادو ما لازم يكونوا راح يحميوا المريض يحميوا أنه يلحق المرحلة متقدمة وكي ما نعرفو في بلادنا ولا في البلدان هادو ما راح تهضر عليهم المراحل العمومية مدفوفرة يعني الإنسان يقدر يصيب عندوها ناكسة لتوالات هادو ما باش يفرغ المثانات يعني ما يلحقش للحالة الاستعجالية ومن ما بين الوقاية ضد هاد المشكلة هذا فرط ناشاط المثانات نقوله كما قلنا تجنب مثلا تدخين تدخين السوائل اللي فيهم الغنيين من الكافيين التدخين والشيشة نحن عندنا عدد تقاليد جديد هادو في المجتمع نعم نعم هادو هادو ما يهري ويؤديوا الالتهاب في المثانات ومشكلة مع البلهمش حتى الشباب انهم ما يعرفوش خطورة شيشة هادو كبديل يعني التدخين يقولك شيشة اخف من الدخين بلا فيها خطورة في عدة جوانب نعم شكرا لك دكتور نازم غربي يعني يعطينا بعض النصائح اللي نختمو بيها للمشاهدين اللي عندهم هادو المرض وايضا للوقاية من هادو المرض نعم كما قلنا الوقاية هادو ما يتجنبوا اللي بواسون اللي فيهم الكافيين مثلا يتجنبوا التدخين لازم ينضموا نموذج الغذائي تحهم يكلوا بطريقة متنضمة ووش اللي يكلوه اكتر شيء يفو ايفيتي لزكسيطان توت السبسطانس نعم اللي يؤديوا التهاب في المثانة وكذلك الميكسون اوغير يعطي الإنسان عنده مشكلة في التبول هذا يسي يتحكم في المثانة بش يولفها اخر تبول تعوه بش يولفها تقبل كمية اكبر من البول يعطيك صح دكتور نازم غربي دائما نستفيد من خلال الفقرة التي تقدمها في البرنامج وتعودنا عليك بيها تأكيد شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا